اهلا بحضراتكم معانا مرة اخرى وفقرة خاصة عن امراض فتحة الشرج والعمليات الجراحية الخاصة بيها هيستقبلنا معاها وهيستقبل عفوا ناسالتنا واسالت حضراتكم من خلالها دكتور ألبيرت منصور استشاري الجراحة العامة وايضا زميل كلية الجراحية الملكية بأدنبرا المملكة المتحدة شرفتنا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك دكتور قبل ما نكلم على امراض فتحة الشرج المختلفة خلينا ناخد فكرة في الاساس عن فتحة الشرج هي عبارة عن ايه ايه وظيفتها في جسم الانسان هو طبعا اهم حاجة طبعا علشان نعرف امراض فتحة الشرج لازم نعرف هي بتتكون من ايه وظيفتها ايه او تشريحها ايه وده حيسهل لنا كل مكون منهم او كل وظيفة منها لو حصل فيها امراض بمشاكلها ايه فاول حاجة بالنسبة للمكومات فتحة الشرج علشان نبسط الموضوع ونسهله فحنقول ان هي بتكون من طبقات طبقة داخلية وبعدها الطبقة الخارجية شوية واللي بعدها فتحة الشرج عبارة عن اول سنتي ونص او اتنين سنتي بتبدأ من الحافة بتاعت الشرج الى الداخل لمدة حوالي سنتي ونص بتنتهي بخط معين اسمه بكتينيت لاين او دينتيت لاين الخط دون اللي هو معرج شوية كده هو الخط دون مهم جدا علشان بيفصل بين منطقتين المنطقة اللي فوق الخط دون والمنطقة اللي تحت الخط دون فوق الخط دون المنطقة بتكون مبطنة بالغشاء المخاطي بتاع الشرج ودون في المنطقة ديا بتتكون حاجة زي انتفاخات شوية او اه اه سنيات او تنيات شوية بتكون تخينة شوية اه بيسموها او بيبقى اسمها كولم اوف مرجاجني ودي ليها وظيفة مهمة جدا في التحكم في التبرز تحت الخط دون بنلاقي حاجة جلد بتاع فتحة الشرج او الجلد بيبقى ناعم شوية ما هواش ايه الجلد الطبيعي الجلد دون بيختلف عن الجلد الطبيعي في ثلاث حاجات اول فرق بيهم منهم ان هو الجلد دا بيكون رطب شوية نتيجة وجود في غضة غضة الشرج ما هيش غضة عراقية ولا غضة دهنية ولا حاجة زي كده لكنها غضة معينة بتفرز مادة تعتبر زيتية شوية بتساعد ان هو تخلي الجلد دون رطب ثانيا بتسهل اعمالية التبرز يبقى البعض بيتزحلق بالراحة من غير ما يعور الجلد دون او يحصل اي اصابة في اول فرق ان هو الجلد دون بيكون رطب شوية تاني فرق ان هو ما فيهوش اي شعر ما فيهوش خلاق او شعر خالص ولا فيه غضة عراقية ولا فيه غضة دهنية ده الفرق التاني الفرق التالت ان تحت الجلد دون ما فيهوش الطبقة الدهنية اللي موجودة في الجلد الطبيعي اي جلد عادي في اماكن تانية تحتيه طبقة دهنية لكن الجلد دون بيختلف ان هو تحتيه بيبقى اعضلات بعد حالشرج ان هي الطبقة التانية اللي احنا نتكلم عليها فدي اول طبقة مبطنة للشرج من الداخل هي الغشاء المخاطي اللي بيكون مكوناته فوق خط البكتينيت لاين ليها مكونات ووظيفة معينة تحت خط دون ليها مكونات ووظيفة تانية معينة تاني حاجة الطبقة اللي بعد كدهو اللي بتحيط بالشرج فيه الصمام بتاع التحكم في التبرز طب قبل صمام اللي بتحكم في التبرز وحضرك قلت انه قبل الخط فيه وظائف بعد الخط فيه وظائف ممكن نشير اليها هو وظيفة الشرج ككل ان هو اه التحكم في التبرز والتحكم دو بيكون بدرجة كبيرة جدا لدرجة انه الريح او الهواء بيتحكم فيه مفيش ظرة هوا بتخرج غير بالاذن فدي وظيفة اه مهمة جدا وهي دي اللي حن يعني ايه أما نقول كل حاجة مع بعض كل الحاجات التي مع بعض بتتعاون في تنفيذ هذه الوظيفة وفي نفس الوقت عند التبرد بتتفتح وبيحصل أنه هو البراز بينزل أو بيعدي من الفتحة دي إلى الخارج فالوظيفة دي كل المكونات دي كلها بتشترك مع بعض عشان تؤدي هذه الوظيفة طب حالك بتقول دلوقتي ما فيش أي حاجة ممكن تعبر إلا بإذن من الفتحة الشارك دي أو المكون تحديدا اللي فيها هل نفهم من كلام حضرتك أن الناس اللي بتقول أن فيه نوعيات معينة من الأكل بتخلي الإنسان معندوس قدرة على التحكم في نفسه ده مفهوم خاطئ جدا هو كنوع أكل بس ما نقدرش نقول إلا في بعض الحالات اللي لو الأكل دون بيخلي البراز مية أو طري خالص وكمياته كتيرة جدا في الحالة دي ممكن نقول أن دي الكميات البراز كتيرة جدا المية كبيرة جدا ممكن في بعض حتى تغلب على هذه الوظيفة وتنزل لكن ما هواش ده الشخص الطبيعي ده يعتبر مرض حتى لو البراز مية أو كمياته كتيرة أو إسهال أو حاجات كده هوا بيعتبر مرض بيعتبرش حالة طبيعية وطبعا مش دعوة بالأكل لي دعوة بحاجات تانية تمام طيب حيك كنت بتكلم على الصمام اللي بيتحكم فيه عملية البراز اه اتفضل وحالة نكون كمان الصمام على الشاشة هننجي للطبقة التانية بعد الغشاء المبطن دون هنلاقي الصمام الصمام دون بيتكون أو عبارة عن صمامين بيسموهم الصمام الداخلي والصمام الخارجي ودورا في فرق كبير بين دون ودون الصمام الداخلي دون عبارة عن عضلة لا إرادية عضلة صغيرة رفيعة العضلة اللا إرادية دين بتكون في حالة أن هي الداخلية اللي هي عليها السهمين دولا بتكون في حالة انقباط دائم بتكون حالة مقفولة على طول لما بتنقبط بتقفل فتحة الشرج وبعدين خارجها الطبقة اللي بعدها من العضلات بيسموها صمام فتحة الشرج الخارجية دين اللي الإنسان بيتحكم فيها ممكن هو يقفلها أو يفتحها بتحكم فيها فدي الطبقة التانية أو طبقة العضلات أو صمام فتحة الشرج يعني احنا عندنا قسمين قسم هي المسؤولة عن نفسها بتتحكم في نفسها تلقائي والقسم الأخر الإنسان هو اللي بتحكم فيها والعضلة الخارجية طبعا العضلة اللا إرادية دين زي مثلا عضلة الأمعاء بتشتغل على طول مجال محد بيتحكم فيها دي هي دي العضلة اللا إرادية الخارجية اللي هي بتكون أكبر منها وعضلات حمرة ما هيش عضلات فتحة والإنسان القدرة أنه هو يفتح ويقفل فيها أو يتحكم فيها تمام بعد كده هو نحن نلاقي أن فتحة الشرج دين ليها طبعا الأوعية الدموية اللي بتغذيها وهنا بنلاقي أوعية دموية مغزية كتيرة شوية أو يعني تغذية كويسة وفيها طبعا الشرايين والأوردة والأوردة بتكون شبكات دخلية أو خارجية أو كده هو ودي حنقول بعد كده هو أن هي ممكن تعمل بواسير أو ممكن تعمل أمراض معينة بعد الأوعية الدموية طبعا هنلاقي كل دوا في العضلات الأعصاب اللي هي بتغذي فتحة الشرج فتح الشرج فيه أعصاب وزي ما قلنا في العضلات إن عصاب دقيًا كل أنواع العصاب موجودة فتحة الشرج إن هي العصبات الحراكية عصاب الحرقة برضك إنوعين موجودين الحرقاء اللا ارادية الل التي بتغذي الثمام الداخلي العصاب الحرقى الارادية تغذي العضلة الخارجية زائد عصاب الإحساس كل جزء من دولا ليه إحساس معين لو قلنا مثلا الجزء التحتاني إحساس بالقلم إحساس بحاجات معينة الجزء الفؤاني ممكن إحساس إن فيه غاز موجود إحساس إن فيه الشرق مليان أو فاضي في نوع من الإحساس معين عصاب معينة بتحس الحاجات دي فحنلاقي إن فتحة الشرق دي فيها كل حاجة عشان تؤدي الوظيفة بتاعتها اللي هي التحكم في الشرق والتبرز طيب دكتور إحنا نتكلم طبعا على مجموعة من الأمراض اللي بتصيب في الأساس فتحة الشرق لكن خلينا في البداية نعرف إيه الفرق ما بين فتحة الشرق السليمة وفتحة الشرق اللي ممكن نقول عليها إن هي بتدت تمرد بأمراض عديدة قبل ما نذكر الأمراض بالتفصيل هو برضك المهم في النقطة دي إن إحنا هنشوف إيه هي الأعراض أو إيه هي شكوى إن فيه مرأة فتحة الشرق الأعراض دي هنبتدي مثلا نقول ممكن تبقى أعراض بسيطة أو واحد ما ياخدش باله إن دي مشكلة أو حاجة زي مثلا عدد مرأة التبرز لو الواحد مثلا يقعد يومين ثلاثة من غير التبرز طبعا ما هيش حاجة طبيعية مفهود على قلة طبيعي إن الواحد يعمل تبرز مرة في اليوم مثلا لو عدد مرأة التبرز لو قليلة مثلا مرة في كل يومين ثلاثة أو كل أسبوع دي مشكلة أو لو كتير الواحد بيتبرز عشر مرات في اليوم أو أكتر طبعا دي مشكلة برضك تاني حاجة نوعية البراز نفسه هل هو طري أو ناشف أكدهون تاني حاجة هل البراز بينزل بسهولة ولا فيه تعب تعنيه حزء مجهود جامع لشان ينزل دي حاجات برضك البسيطة الحاجات بقى اللي بتقلق شوية أو الواحد بقى اللي بيساعدها إن العيان ممكن يطنش عليها يعني العيان بس ولا كمان الطبيب لا الطبيب طبعا ما فيش حاجة بنتطنش عليها طبعا حتى المؤشرات دي برضو ممكن تكون فيها شبهة المرض ممكن طبعا رغم إن احنا ممكن نكون معتدين عليها ممكن طبعا أو تؤدي إلى بعد كده إلى حاجة أو هي تكون فيه عاجة معينة والواحد مش واخد باله منها لكن هل قدر صنفها لنوعين إن هي فعلا ممكن تكون طبيعة الجسم والناحية الأخرى ممكن تكون مرضية حتى لو حنقول طبيعة الجسم الواحد يخدش الطبيب بعد أسبوع برضك ما هيش هي الحالة الطبيعية ممكن تؤدي إلى مشكلة فيها يعني تمام الحاجات بقى اللي بمرض بشتكي منها إن هي الألم وطبعا دي الشكوى الأولانية لأمراض فاتحة الشرن أو نزيف من الشرن أو دم ينزل أثناء التبرز أو من الشرن عمتا يعني أو يكون مثلا فيه ورن في الشرق فيه حاجة بتنزل من الشرق أو بتنزل بتطلع حاجة كل كيعة موجودة في الشرق أو ممكن مثلا يكون فيه إفرازات من فتحة الشرق بفتحة الشرق بيخرج منها صديد بيخرج منها دم بيخرج منها حاجة هل كمان أحيانا خروج مخاط ده إشارة لمرض في فتحة الشرق؟ هو أنا بقول مخاط أو صديد أو حاجة كل حاجة من دول لها مرض معين كل حاجة من دولا بتختلف الحسب سببها إيه وعلاجها إيه يعني كل الحاجة ممكن نتكلم فيها بعد كده بعد كده هو مرض كده هو برضك عدم التحكم في التبرز ده مشكلة وليه درجات طبعا ويعتبر مرض في فتحة الشرق بعد كده هو في بعض الأمراض اللي ممكن مثلا بالجلد حوالين فتحة الشرق أو محيطة بالشرق يعني مثلا الجلد حوالين فتحة الشرق زي أي منطقة في الجلد ممكن نجيله إيزيمة ممكن نجيله حساسية ممكن نجيله التهافة رياط زي مثلا فانغ Us Infection أمراض جلدية أمراض جلدية ممكن تصيب الفتحة الشرق أو الجلد حوالين فتحة الشرق ممكن ممكن السرطان يجي فتحة الشرق ممكن أي أمراض تانية تجي فتحة الشرق مش لازم إن احنا مثلا لو قلنا أمراض فتحة الشرق مثلا البوصير والشيخ وكده ممكن فيه أمراض تانية زي أي مكان في الجسم ممكن تجي له بعض أمراض متنوعة ما هي لاً cylinders الأشهر بقى في فتحة الشرق أو الأمراض اللي خاصة في فتحة الشرق اللي هي الشرخ الشرقي البواسير الشرقية النصور الشرقي طيب اسمحنا نبدأ فيها بالتحديد وبالتفصيل أولا الشرخ الشرقي التماظق اللي بيحصل في الجلد بيحصل في أي منطقة تحديدا ياريت حضرتك برضو توضح هنا وهل الإنسان ممكن يصاب بشرخ واحد شرقي ولا ممكن للأسف نفس المريض يكون عنده أكثر من شرخ شرقي في نفس الوقت هو زي ما احنا شايفين في الصورة دي دي الشرق السليم ما فيه شرخ شرقي الصورة اللي بعدها ممكن هتوضح أنه الشرخ الشرقي هنلاقيه حصل في النص بالزبط عند الساعة يا إما خلفي عند الساعة 6 مثلا أو ناحية الضهر أو أمامي خلفي عند الساعة 6 بمعنى إيه؟ يعني عند الظهر عند الظهر إنسان يعني لو قلنا أن فتح الشرق الساعة الساعة 6 تبقى الساعة تحت هنسميها بالساعة عشان نعرف مكانها في من بالزبط الساعة 3 يبقى مثلا على الشمال الساعة 9 لمين الساعة 12 يبقى الساعة يبقى أمامي ده بنفرق أماكن الشرخ في المصطلحات دي يعني أشكرك تفضل فهنه هو الشرخ بيحصل عبارة عن جرح في فتح الشرق بيقى في النص بالزبط عند الساعة 6 الجرح زي ما يبتجي من الأول للشرخ إنه هو الفرنص دوا مع الوقت بيكون زائدة جلدية تحت أو خارجية أو زائدة جلدية خارجية ده بيبقى شرخ مزمن لكن الشرخ الحاد إنه هو يبقى جرح بس مجرد مجرد حصل جرح فتح الشرق الجرح دوا غالما بياندوك نتيجة إصابة مثلا كتلة براز نشفة متحوشة بقالها فترة كتيرة عورت الشرق بخية نازلة المريض بيشتكي بإيه؟ بيشتكي من ألم شديد الألم دوا بيبدأ عند عملية التبرز أو خروج البراز من فتح الشرق وقد يستمر الساعات ممكن المريض يوصف الألم دوا على إنه ألم حاد سكينة بتقطع حصل حس بتمزق حصل بألم شديد فتح الشرق ممكن الألم دوا يخف مؤقتا لو أمريد مثلا أعاد في حمام ما يدفع أو كده هو يحس بيتحسن شوية لكن ممكن يرجع تاني طب هو هنا فيه سؤالي دكتور هل بنسمع دايما شكوى من موضوع الشرخ الشرقي نظرا لأنه بالفعل منتشر ولا لأنه كثير الألم لا المشكلة الأساسية في الشرخ الألم الألم المشكلة طبعا هو ممكن يكون منتشر أو لا طبعا مفيش عدد معينة لكن هو موجود بالناس كتيرة يعني بتشتكي منه فممكن الألم دوا بالمواصفات ديا ممكن يصاحبها بعض النزيف الشرقي أو نقطتين دم ينزلوا معه الجرح دا ما بيحصل ممكن النقطتين دم ينزلوا معه ممكن يصاحبهم برضا شوية احتكاك أو خرشة بالجلد تحويل فتحة الشرق ممكن يبقى فيه شوية مخاط صوارين أو حاجة ينزلوا مع فتحة الشرق ممكن يكون فيه زي حرقان كمان يا دكتور حرقان ممكن طبعا هو دوا اللي حابي نسميه الشرخ الشرق دا جرح طولي الشرق الساب الأساسي دا إصابة في الشرق نتيجة غالبا بيبقى كوتة براز جامدة امسج شديد حز شديد عورة الشرق هي نزلة تمام دا الحركة ذكرتوا في البداية لكن أنا بأصد هل في أسباب أخرى ولا دا الساب الوحيد لا هو دا الساب الأساسي اللي احنا عايزين نعمل وقاية منه عشان لما ايه مش عايزين ايه يعني هو دا الساب الأساسي اللي احنا مفروض ان احنا نعمل وقاية منه بعد كده ان احنا براز يبقى طاري ما نستناش عليه اللي هو يتحوج فترات طويلة ما نأجلش للتبرز لتننتظم دا حتقول في الوقاية بعد كده طيب سؤال سريع وعابر هو الإنسان فعلا ممكن يصاب بأكثر من شرخ الشرقي في نفس الوقت هو ممكن طبعا الشرخ طبعا ممكن يبقى فيه شرخ أمامي ممكن خلفي ممكن يبقى فيه اتنين يعني 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 دي غالبا واحد ممكن يحصل اتنين بتحصل ساعات لكن ما أعتقدش نبقى فيه أكثر من كده طيب حضرتك من خلال شرحك دلوقتي أشارت ان فيه نوعين النوع ممكن يكون جرح بيتعالج بالماء الساخن بالأدوية اللي فيها أو عفوا حتى المأكلات اللي فيها الياف علشان نتجهنا بالامساك وما إلى ذلك والبعض الآخر بيكون مزمن البعض الآخر المزمن ده هل حاله الوحيد هو تدخل الجراحي؟ هو الجراح هنا لها دور مهم جدا وخصوصا لما بيكون الشرخ دوا لا يستجيب إلى العلاج بالأدوية أو بالحاجات التانية طبعا العلاج في الحالات الشرخ الحاد اللي هو بقاله يوم يومين ثلاثة فترة قصيرة لسه ما هواش مزمن ممكن طبعا يستجيب بالعلاج كل ما فترة وجود الشرخ أو وجود القلم دي بتطول لفترات طويلة كل ما يبقى مزمن كل ما يبقى العلاج ممكن يجيب نتيجة ممكن نحتاج بعد كده إلى العملية الجراحية اللي هي العملية المتفقة عليها في العالم كله اللي هي بيسموها جولد ستاندرد أوف تريتميند أوف إينا الفيشر إن هي عملية اسمها لاترا انترنس فنتراتومي إن هي في جزء معين من عضلة معينة اللا إرادية موجودة في مكان معين بيحصل فيها قطع معين هي بتخلي الشرخ يخف بعد كده طب هل ممكن فعلا إن الولادة تكون سبب لي أو الشرخ الشارجي أم لا؟ وهل كمان ده كراون الخاص بالقولون ممكن يكون برضو سبب فيه للشرخ الشارجي ولا ده؟ هو ممكن نقول إن عامة فترة الحمل والولادة ممكن تؤدي إلى البواثير والشرخ الاتنين النتيجة إنه وجود رحم مليان في جنين بيضغط على الأوعية الدموية بيضغط على الحض زائد إن في الحمل بيحصل ارتخاء في عضلات الحض نفسها علشان بعد كده بيحصل ولادة فبقى فيه ارتخاء في العضلات فدول الحاجتين اللي هم بيساعدوا وجود البواثير وممكن طبعا الحمل ويحصل فيه امساك والامساك طبعا ممكن يؤدي بعد كده ما قلنا إلى الشرخ الشارجي فممكن الاتنين يحصلوا أو بنسبتهم بتزيد شوية أثناء الحمل والولادة هل صحيح إنه عادة مريض الشرخ أو الشأ الشارجي بيكون مصاحب لمرض أيضا ببواثير؟ لا مش شرط طبعا ممكن واحد يبقى شرخ بس معنوش ببواثير لكن عادة ممكن يكون فيه كثرة عددية في الموضوع التزامن ما بين المرضين؟ لا بس هنا بنفرق بين حكتين البواثير هي الأساس أو البواثير اللي هي بيسموها سنتنايل بايل أو اللي هي الجلدة طالعة صغيرة بيسموها بواثير أو زائدة جلدية أو حتة صغيرة ما هي بواثير اللي هي اللي هنعرفها كبواثير لها مقونات معينة لها شكل معين دي حاجة مختلفة عن البواثير بتاعت الشرخ لو علينا الشرخ هي تخف الوعداء ما هيش بواثير قد بيسموها جلدة زيادة أو بواثير سنوية أو بواثير صغيرة يعني ما هيش البواثير العادية اللي هل يكلم معنا بعدك تمام طب حالا بما أن خلاص الصغر بتضع معنا عن البواثير سواء العبر وسريع هل الشرخ الشرقي ممكن يصيب أي فئة عمرية؟ هو ممكن طبعا يصيب أي فئة عمرية لكن يعني برضك في الأطفال نادر لما بيحصل لكن بيحصل نتيجة الإمساك برضك في الأطفال ممكن مثلا يكون الطفل يلهي نفسه مثلا قدام الكمبيوتر جيمز واللعب وحاجات دي وما يروحش التواليات أو يخزن بروس فترات طويلة لغاية لما يتحوش ويبقى كتلة كبيرة ممكن بعد كده يعمل له شرخ أو يتعبه ففي الحالة دي قويسا قلت النقطة دي أن الحالة دي غالبا الأطفال لا يحتاجوا إلى عملية جراحية خالص علشان في الحالة دي سبب الشرخ بيكون هو الإمساك أو عدم التبرز لو لازم نعالج الإمساك الأول وننظم التبرز يوميا أو مرتين في اليوم فكل حالة تخف أنا مش عايزيب أنا المشكلة الأساسية أنه هو بيلعب في الكمبيوتر جيمز أو مشغول ملهي نفسه في حاجات كتيرة وبيعمل الإمساك وحصل الشرخ طبعا أنا عالج الأول المشكلة الأساسية وغالبا الشرخ بيخف في الحالة دي لو الإمساك تعالي طيب خلينا ناخد فكرة بقى عن البواسير هل البواسير فعلا ممكن تكون أعراضها مش ظهرة لو في المرحلة الأولى لسه داخلية وأعراضها بتتضح للمريض بشكل واضح لو خلاص وصلت لمرحلة الثالثة أو مرحلة الرابعة هو طبعا البواسير سواء مرحلة أولى أو تانية أو تالثة أو رابعة الشكوى بتاعتها بتختلف مش هي واحدة مع كل الناس بمعنى الأول الصورة دي طبعا بتوضح البواسير الخارجية اللي هي ناحية الشمال ديا بتندق نتيجة تدخم في الأوعية الدموية الخارجية اللي هي عند فتحة الشرق الصورة في النص بواسير الداخلية نتيجة تدخم في الأوعية الدموية اللي هي اللي داخل فتحة الشرق من جوة البواسير الخارجية والداخلية اللي هي أكبر حاجة بقى اللي هي على المين دي بتكون كبيرة جدا طبعا وممكن توصل لأحجام كبيرة ومشكلتها إيه بقى طب البواسير نفسه عبارة عن إيه يعني الحويصالة دي عبارة عن إي وجهات إزاي احنا قلنا إن الشرق دوا فيه أوعية دموية كتيرة فيه غزق جامد الأوعية الدموية دي لما بيحصل فيها أثناء الحزء أو أثناء التعنية أو كده هوا زي مثلا يكون فيها بتتزق البرة بتجبر بتورم هي كأوعية دموية أو كحاجات زي كده بيقاليها وظيفة مهمة عادة يعني الوظيفة بتعادتها معمولة إن هي من أكبر الحاجات اللي تعمل كل ما كانت الحاجات الطرية كل ما كانت تؤدي تحكم أكتر فيه ما تنفسش الهواء يبقى فيه تحكم أكتر عشكا مثلا يقول لك مثلا لا في أي حاجة عايزين يعملوا فيها تحكم للمياة الهواء يخلوها كويتش طري أو حاجة طرية تمنع الحاجات دي الحديد مش هيقدر يعمل تحكم زي الحاجة الطرية المخدات دي أو الحاجات دي فيها أنسجة فيها دم فيها حاجات طرية بتقفل فتحة الشرك جمدة فما يحصلش تسريب زرد هاواء أو حاجة فهي ليها وظيفة لكن لما تكبر عن الطريقة عن الحجم الطبيعي بتاعها ممكن تكبر تعمل بواسير تعمل تضخم في الأنسجة الأولادة اللي فيها ممكن الأولادة دي يحصل فيها تغلط ممكن تكبر تخرج عن فتحة الشرك فتحة الشرك زي ما قلنا أن ندون فيه سمام تمام لو فتحة الشرك قفرت وهي برة طبعا هيحصل مشكلة أكبر هتختنئ البواسير دي تكبر أكتر الدم الفيعة تغلط ممكن تحصل مشاكل تانية وهي في الأساس بتكبر ليه؟ هل قدر أقول أن هي بتكبر زي بالظبط موضوع الأورادة في السقين لما بتكبر وبتعمل دوالي؟ هل فيه تشابه؟ هو بردك ما هواش ده الأساسي هو طبعا ارتفاع الدورة الدموية أو ارتفاع الضغط في الدورة الدموية بيساعد في أنها تتكون لكن مش هو طبعا العام الأساسي طبعا الحزء والإمساك والحاجات دي هي اللي بتساعد أكتر في تكوينها طيب خليني بردو أسأل حضرتك السؤال اللي أنا كنت سألها في البداية والشرح على الصورة التفصيلية خدنا لمجال آخر أو لسؤال آخر هل فعل الأعراض مش بتضضح للمريض بصورة واضحة لو كان البواسير داخلية وبتضضح فيه وبعد لو كانت البواسير خارجية؟ هو طبعا ممكن تكون بواسير داخلية وبتنزف وهي صغيرة خاصة لكن مشكلة أنها بتعمل النزيف دي ما نقدرش ناخدها ببساطة ليه؟ النزيف دوه ممكن يحصل كل يوم ممكن يؤدي إلى أنيميا ممكن يؤدي إلى مشاكل طب نزيف بمعنى إيه؟ هل قطرة معينة برضو أعتبرها أن هي نزيف ولا نزيف بمعنى سين؟ طبعا الواحد لو شاف دم في البروازي بقى نزيف لكن هو ممكن يكون 2-3 سنتين وقطة 2-3 ممكن يبقى كوباية دم ممكن يبقى أي حاجة لكن وجود دم ده أصلا غلط ده أصلا غير طبيعي طب إيه الفرق ما بين أعراض البواسير وأعراض الشرخ الشرجي لأن أحيانا الناس ممكن تكون شايفة نفيتا شابه في الأعراض هو بخلاف طبعا التورم الزائد اللي بيبام من فتحة الشرخ أهم حاجة طبعا التورم الزائد لكن البواسير أهم حاجة فيها الألم اللي احنا وصفناه بيحدث أثناء التبرز بطريقة معينة بالطريقة دي البواسير بيكون بردك حاس أنه هو فيه حاجة نازلة منه حاس أنه فيه حاجة متضخمة حاسفة حاجة غير طبيعية مش في النقطة أو مكان يقولنا عنه في مكان تاني بواسير بتحصل في أماكن تاني جاء المكان الشرخ طبعا دي مختلفة عن دي طبعا دلوقتي يا دكتور بنيرا و بنسمع و بنشوف كمان مرضى فيه الحقن فيه الاستقصال فيه الربط فيه العلاج بالكي الفروق ما بين العمليات الجراحية دي ايه؟ هو كل العمليات الجراحية الكتير اديا برضك سببها أوليها أساس أنه فيه أول حاجة نحن عايزين نسهل العلاج للمريض فبدل ما مثلا بنعمل الجراحة بنشوف مثلا هل الكي ينفع هل فيه الربط هل فيه الحقن هل فيه الكلام دو ده بينفع طبعا في حاجة البسيطة الصغيرة أو الحد واحد مثلا مش يقدر يعمل عملية مثلا واحد عنده القلب وعنده 60-70 سنة بواسير بتنزف فنحنها توقف النزيف مش مهم من حينها ايه؟ من حينها مادة سماس كليلوس سيرابير حاجة بتاع من التقلط الحتة اللي بتنزف منوقف النزيف فقط لغير؟ بس كده اه لكن يفضل التوارم موجود؟ هو ممكن يصغر شوية طبعا بس بالنسبة للبواسير الكبيرة أو المختنئة أو اللي حصل فيها مضاعفات فغالبا العملية هي الاستقصار البواسير هي الحل النهائي لها ممكن الحقنة أو الربط أو الكلام ده برضا كحاجات محاولات في بعض الحيات بتنفع لكن مهياش ديا اللي بتشين البواسير البواسير بتتشال في بالعملية لكن ما قدرش تقول ان دي حاجات بسيطة ليه؟ عشان في ناس سايما قلت لحضرتك ان ممكن تكون عندها بواسير صغيرة ومش بتشتكي منها سواء بواسير داخلية أو خارجية ومهياش مسببة ولا ألم ولا نزيف ولا حاجة لك حتة كده ورمى شوية ومع الوقت تزيد شوية تكبر شوية مش هادي اللي هتدفعه ان هو خلاص بقى انا تعبت عايز عملية عايز حاجة لا مش مش كل حاجة بتحتاج عملية ومع ذلك مش معنى ان هي مش محتاجة عملية ان انا مروحش للدكتور او اتكسف ان انا اكشف او كده هو اللي بقى ليه؟ علشان اول حاجة ان ممكن زي ما قلنا ان ممكن ان يكون فيه نزيف والنزيف ده يؤدي الى اناميا ويجي لنا الواحد بعد ما ععد 3-4 شهر ينزف مثلا هيميجرون بتاعه 4-5 وهو مكسوف في الروح للدكتور او عنده مثلا بواسير مختنئ او كبيرة ومش عارف حصل مشاكل وبتاعه ودخل ان هو خلاص مش قادر يتحرك مش قادر يقع مش قادر حاجة وهو برضك مكسوف في الروح للدكتور او ممكن يكون ده سرطان في حالة الشرق او ممكن يكون اي مرض تاني فالدكتور مش هيقول اي بوصير العملية لا لازم نشخص الحالة ونعرف ايه هي وممكن نخير العيان محتاج عملية ما زيها كده وعيوبها كده محتاج انك انت علاج تاني بس نطمننا ان ما فيه سرطان ما فيه مشكلة احنا مخبيانها او حاجة احنا مش واخدين بالنا منها وهل دي خطور فتحة الشرق يا دكتور يعني الخطورة في انه ممكن ما يكونش المرض في فتحة الشرق نفسه لكن تكون المرض مؤشر لامراض اخرى طبعا زي سرطان القولون زي سرطان المستقيم سرطان فتحة الشرق ممكن سرطان المستقيم تكون اعراضه الاولانية نزيف او بوصير ممكن البوصير بتيجي بنزيف وسرطان القولون بتيجي بنزيف لكن طبعا نزيف هنا بيختلف عن هنا يعني في البوصير ادام يبقى فاتح ابيض طازة غير سرطان القولون او سرطان المستقيم ادام يبقى بني شوية بني داكن بني داكن شوية بيختلف شوية لكن لو الواحد قال ان شوية دم وشوية تعب بسيط ده ممكن يبقى بواسير وما رحش للدكتور ممكن يكون فيه مشكلة سرطان أو حاجة تانية عشان كده ممكن الدكتور تروح له وتلاقي بواسيره كبيرة وكل حاجة ونجرب العلاج بدون جراحة مش شرط يبقى فيه علاج بدون جراحة اللي هو ايه؟ العلاج بدون جراحة طبعا بنرجع إلى أساس الشرخ أو أساس البواسير اللي هو أول واحد حاجة العين من يقولوش يمساك البروز يبقى طري يبقى فيه ملينات مثلا بالنسبة للألم مثلا للشرخ بنيديه لفرصة أنه يلتأم الجرح بياخد مثلا مراهن معينة بياخد مخدر موضوعي أو أدوية معينة بيساعد الشرخ أنه يقفل فيه مثلا دواء جديد مثلا أو يعني مش جديد أو أنه هو جي تي إن كريم ده برضك ممكن يساعد الشرخ أنه يقفل فيه مراهن مثلا إذا لقيت يعني حاجات فيه مراهن فيها كورتزون فيه مراهن ما فاش كورتزون فيه مراهن فيها مواد قبضة بتقفل الأوعية أو بتساعد بتوقف النزيف فيه أدوية بتوقف النزيف بنشوف هالنزيف ده ممكن يكون نتيجة مثلا مراض في الكبد حاجات تانية ممكن عنده سيولة ده يعني في الدم هو ده بسبب النزيف ممكن يعني أصلا بياخد أدوية مثلا عشان القلب مثلا أسبرين أو حاجات تانية بتعمل نزيف والنزيف ده بيظهر في البواسير فمش شرط أن البواسير أو النزيف بتاع البواسير يكون علاجه عملية طيب هو حضرك عندك استرسال في المعلومات نشكر ربنا علي عشان كده مش عايزة قطع حضرتك واسمعنا فعلا اتصل هتفي من فترة مدام عفاف مساء الخير يا فندم أهلا بحضرتك معانا استفسار حضرتك للدكتور اتفضلي تمام سمعينيك بوضوح اتفضلي اه طيب أنا أهودي ساهمت بأتفواق حالما بيقعد على القرشي وزيب الصخص بحثت بالألم بالتألم في المكان ده وروحنا كسفنا كتير عندك كثرة مشكلة فولية كانت بيجدوني إيجا بيجدول ومراهم تركيبات تمام حضرتك معايا سمعكي كويس جدا مراهم تركيبات وكتنا اللي بيحط له الحاجة دي الكريم ده بفيه زي بلونة تفضل مغيرة لنها أحمر في المكان ده ودايما يبقى ملتهد تمام دايما يبقى ملتهد وبيخط حاجات على القرشي بتاع السواء على ساعة بيبشر شرم يعني حال دي يجي حلوه يا ترى دي شرخ ولا حاجة تانية طيب أنا بشكرك هو بلونة مثلا والنبثة الكباري هو بألف تنين في الموضوع ده هو عنه 32 سنة تمام شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هي محترى بس الموضوع البلونة دي هو طبعا البلونة دي مكتب أبوصير خارجية مكتب أبوصير غالبا حاجة من الاثنين دولا لكن هنا بنلاقي ان برضك الاعداء على كورس جلد الفترات طويلة بيرفع ضجر الحرارة في المنطقة دي بيبقى فيه سخونة بيبقى فيه عرق بيبقى طبعا محتاج ان هو النظافة والغسيل والحكاة دي ممكن يكون ده بيعمل التعب شوية لكن طبعا هل فيه امساك ولا لأ هل فيه انتظام في التبرز ولا لأ هل برضك فيه حاجات معينة ان احنا لازم نحافظ على فتحة الشرق بان احنا كنظافة كدرجة حرارة كاعدة فترات طويلة كتبرز بانتظام كل حاجات دي طبعا بتساعد ان هي تتحسن يعني تمام لكن هو تكون ان الدكتور ادها بس مراهم بكترية ده عليك صحيح؟ هو طبعا على حسب الحالة هو شايف ان هي الحالة عبارة عن حاجة بسيطة نسيجة القعدة او كده خلاص مفيش مشكلة تمام لكن هل برضه قدر اقول ان القعدة الفترات طويلة زي ما حدك تقول يعني ممكن تكون للأسف من اسباب امراض الفتحة الشرق ممكن طبعا اه بس كل الناس بتقعد الحقيقة فده الخطر لا بس برضك يعني ايه مش يعني نوع الكرسي نوع الشلطة في حاجات كثيرة طبعا بتأثر في حاجة في ناس ثانيا ان فيه ممكن يكون فيه شرخة اصلا والقعدة هي اللي بتظهره او فيه بواسير والقعدة هي اللي بتخليها تبان يعني مش شرط يعني طب دكتور اسمح لي قبل ما نبتزي كلامنا عن النصور فيه سؤالين سريعين خاصين بموضوع البواسير اولا فيه ناس بيدقول ان البواسير بتبقى عندها ممكن تبقى برزة وبعد كيه بتدخل اسبوع اسبوعين بعدين ترجع يوم تاني تخرج مرة اخرى بعدين تدخل تاني اسبوع اسبوعين الموضع ده هو طبعا البواسير او الشرخ الاتنين مع بعض الشرخ ممكن تكون واحد عنده شرخ وياخد عليك شوية ويخف ممكن بعد سنة يرجع تاني ممكن بعد شهرين يرجع تاني نفس الحكاية البواسير ممكن تظهر واحد عنده امساك شديد مش عالف ايه حصل البواسير علج الامساك خد مراهب خد حاجات أدوية يعني فيه ناس بتروحوا بسيدي آه بتروح برضك واحد انتظم في التبرز مفيش امساك مفيش حازق ممكن تتحسن طيب السؤال الآخر اسمح لي يعني أصفصم منه على حضرتك بس بعد ما نستابل الأستاذ خالد من الغرداء أهلا بحضرتك معنا مساء الخير أستاذ خالد أستاذ خالد طيب أستاذ أمال الإسماعيلية مساء الخير يا فانضم أهلا بحضرتك معنا استفسار حضرتك إيه مساء الخير بعد ذلك ممكن نتواصل مع الدكتور تفضلي أنا برجوكي نوطي التلفزيون أنا سمع صوتي وسمع صوت الدكتور فأرجوكي علشان بس نعرف نتواصل لو سمحت يا دكتور هلو؟ احنا سمعينك تفضل أنا أخويا كان وقع من فوق وبعد فترة يعني عمل عملية في الغضروف وعمل مسامير وشرائح فبعد ما وقع راح يعني عنده دلوقتي عدم الاحتاس في فتحة الشرق ولا بالبراز ولا أي حاجة خالص طبعا هو ممكن يكون حصل إصابة في الأعصاب اللي هي موصلة في فتحة الشرق فهل عدم الإحساس دوا طبعا معا عدم تحكم اه طب إيه العمل يا دكتور طب هو عدم الإحساس ده فتح شرق بس ولا في أماكن أخرى لا في رجله كلها اه يبقى شرق نصفي بقى بس بيمشي على رجله وطح ما عندهش إحساس بيها اه بس تعبان وبيعمل معاناة ساعة البراز اه اه الحالة دي طبعا محتاجة ان هي طبعا تنظيم شوية للتبرز بمعنى ان هو عنده عدم التحكم ده بيبقى مثلا بالليل وهو نايم ولا بالنهار ولا في أي وقت لا بالنهار وبالليل وكل وقت بالنهار وبالليل في أي وقت اه ففي حلول بسيطة ودي اللي احنا ممكن نقولها تلوقتي تفضل ان هو مثلا فيه شرق فيه براز موجود في الشرق برازة عايز يخرج خلاص اه انا لو حسيبه حيخرج بالليل وهو نايم حيخرج الصبح وهو في الشغل او حيخرج أثناء العمل بتاعه اه انا لو ادي له حقنة شرقية مثلا اه الصبح مثلا لتر مثلا او نص لتر او حقنة شرقية محلول ملح حتى مش لازم حقنة شرقية معينة وفضل الشرق دو هم هيبدل الممكن يفضل طول النهار او لغاية لما يروح الشرق ويرجع الشرق فاضي بفوش براز فمش هيحصل انه هو هيحصل عدم تحكم ليه عشان انا اصلا فضيت الشرق قبل ما يخرج الشغل او فا دي من الطرق البسيطة انه هو مش حاسس به لكن في نفس الوقت انا بتحكم بافضل الشرق بحقنة شرقية هم وكل ما كان مثلا حقنة شرقية مثلا نص لتر او حاجة كبيرة كل ما كان ممكن يوقع مثلا فترة اطول الشرق فاضي البراز ما وصلوش او فيه طبعا انواع الاكل طبعا اللي بتعمل بتزود البراز او بتقلل البراز فيه طبعا انا بشوف الحلول اللي هي البسيطة لكن طبعا فيه طبعا حلول مش عايزين يعني نخش فيها مثلا فيه بتبدأ من اول طبعا تغيير مجرى البراز او حاجة تانية مش هايدي اللي عايزين يعني مش عايزين الحاجة التوصل للكده لكن بنجرب الاول الحاجات البسيطة واهمها الحلول الشرقية نفضي الشرق كله نفضي القولون او نص القولون بحيث انه هو بدان فاضي اخلاص مش ها البراز مش هينزل اصلا القولون احنا نفضيناه الصبح قبل نخرج الشغل الحلول الشرقية تمام الف مليون سلامة واسمح لنا نستقبل مرة اخرى الاستاذ خالد من الغردقة استاذ خالد مساء الخير استاذ خالد اهلا بحضرتك طيب هل نستقبل الاستاذة ماريا من القاهرة مساء الخير يا فندم تأخير اهلا بحضرتك استفسار حضرتك للدكتور اتفضلي تأخير يا دكتور سانور اهلا سهلا اهلا بك لو سبعش يا دكتور انا والده مرتين اول مرة ولادة طبيعية فبعد الولادة حسستن في عجة نيجلس كده من فتحة الشرق كاني مرة يا دكتور جالي دول المساء فحسيت برضو ان في حاجة نزلت يعني انا كشفت قالي الدكتور قالي بواسير وشارك الشرق بس ما فيش ألم يا دكتور هل ان انا احتاج العملية ولا يعني في البداية كان فيه ألم معالكت الانسك والدنيا الطبيعية دلوقتي فما فيش اي انا حاضر ذاك ليك استفسار عن دكتور لا خلاص شكرا جزيلا وقال في سلامة فضلا يا دكتور هو طبعا ان حدوث البواسير بعد الولادة دي حاجة بتحصل كتير لكن غالبا زي ما هي قالت انه في الاول مرة وتاني مرة يعني بعد كده خفت مش ما سمرتش معها فترة طويلة غالبا البواسير اللي بتحصل اثناء الحمل والولادة لما بتقرس الفترة الحمل وبتقرس الولادة الاعراض اللي بتسببها سواء امساك سواء ارتخاء فعضات الحوض سواء ده كله بتتحسن والبواسير بتتحسن معها في المرة التانية برضا حصل البواسير لكن في هذه الحالات غالبا بتخف لوحدها من جرع عملية دكتور سيان ولادة طبعية او قيصرية هو زي ما قلت لحضرتك انه فترة الحمل كلها بتليها تأثير والولادة لها تأثير ففي الولادة الطبيعية بيبقى التأثير بيضافه الى بعض غير الولادة القاسرية بيبقى فيه تأثير واحد بس هو اللي بيسبب الموضوع الحمل ده لنظرا لئي للضغط على البطن يعني انه هو الجنين بيكبر بيدغط على الحوض بيحصل اثناء الحمل ارتخاء لعضاة الحوض بيحصل برضك ضغط على الوعية الدموية اللي هي في المنطقة دي تمام استاذ خالد اهلا بحضرتك معنا اهلا بيك فاندين الدكتور مع حضرتك اتفضل اهلا واسعلا زحيخ اهلا بحضرتك انا بعاني من حاجة صغيرة جنب سلحة الشرب كشفت عليها الدكتور قال لي تجامع دموي فعايز اتفسر من حضرتك ايه هي يعني بقاله كم يوم بقاله كم يوم التجامع بيتحسن ولا زي ما هو زي ما هو ولا زاد ولا نجس فاندين فالدكتور قدامي اه دفلون ومرهم موضعي وحاجات زي كده بس ما فيش تحسن زي ما هو فاندين جال لي تجلس دموي ماشي حاضر شكرا و الف مليون سلامة فاضل يا دكتور هو طبعا التجامع قدامي وديا اللي ممكن بنسميها بواسير خارجية او بواسير متقلطة بيحصلت زي اه تجامع دموي او بواسير متقلطة اه في الحالة دي بنجرب فيها العلاق شوية اه غالبا بيجيب نتيجة وبعدين دي مفهوض ان هتخف خلال اسبوعين ثلاثة اه اربع سابيع بالكتير اه في الحالة اللي هي اما في الاول متعبة جدا ممكن نعملها عملية او مخفقة نعملها عملية بتتشال تجامع الدموي ده وبتعمل لكن عادة التجامع الدموي او البواسير اللي هي متقلطة الخارجية دي بتخف الوحدة خلال اسبوعين ثلاثة تمام الاستاذة دينا من القاهرة ومساء الخير مساء النور يا فاني اتفضل الدكتور مع حضرتك ممكن اكلم الدكتور اكيد اه اتفضل حضرتك انا لسه مدم جديدة وكنت تعيبت وجالي امساك وكده فاخدت البوز ولقيت سوريان في دم حل ده شرخ ولا بواسير ولا ايه وطبعا الدم الوحده ممكن بقى مع كده مع كده هل فيه مع الم ومع فيه امساك بس عادة او عامة احنا نعالج الامساك وميجناش امساك وممكن كل حاجة تخف بدا بحاجة بسيطة كده تمام عند حضركة استفسار اخر شكرا جزيلا والف مليون سلامة وطبعا مبروك لان حضركة تقولي لسه عروسة جديدة فالف مليون مبروك طب خليلا نختتم محدثنا بالنصور بس مش نختتم اول لاني لسه محتاجة اخذ من حضرتك ازي نقل نفسنا من الامساك خصوصا عند كبار السن لانه هي مشكلة كبيرة جدا عند كبار السن ومعاناتهم مع الامساك يومية ومحتاجة برضو اتكلم مع حضركة عن الخراج ففي غضون الوقت المتاح احنا حوالي يعني يا دكتور بنتكلم في سبع دقائق فممكن نتكلم عن النصور بسرعة عبارة عن ايه هو طبعا هنقول النصور والخراج او الخراج ممكن نستعين تمام بالسورة يا دكتور الخراج والنصور هما طبعا مرحلتين لمرض واحد عشان النصور بيبتدي عادة بخراج زي ما قلنا ان فيه غضة اللي هي بتاعة الشرج عادة لكن مش في كل الحالات لا معظم الحالات تمام فيه حالات حاجات تانية بس هنا النصور الشرجي عادة يعني بيبتدي بخراج نصور الشرجي ده نظر ان فيه نوع تاني اسمه نصور عصعوسي اه لا ده حاجة تانية خارس تمام اه زي ما قلنا ان فيه غضة موجودة في فتحة الشرج انها غضة الشرجية دي اللي هي بتفرس بمادة ملينة شوية لمرور البراز في فتحة الشرج الغضة دي طبعا لو حصل فيها انسناد للقناة بتاعتها او تسدد او حصل فيها اتهاب او بكترية بتكون خراج الخراج ده زي ما قلنا نفتحة الشرج محيطة بعضلات محيطة بحاجات معينة ما بيبقاش ليه مصار زي ما شفنا عشان يحصل خراج في المنطقة دي لازم يخرج لمنطقة على سهم من الأسهم الموجودة دي الممكن يلاقي المنطقة دي سهلة لتحت او في الجنب او في اي حاجة او بعد كده هو يخرج عن طريق الجلد او يعمل او يتفتح الخراج عند الدكتور طبعا عندي ثلاث ألوان دلوقتي فيه الأبيض وفيه الأخضر وفيه الأحمر ممكن الحاجة توضح لنا هو هنقول مثلا الأبيض الفوق الغضة دي غضة سليمة تمام الخضرة دي انا حصل فيها الاتهاب صديد بقت خراج الخراج ده هبتدي يكبر ممكن يمشي في اتجاه واحد ساهم واحد من الأسهم دي الفايدة لنا الأسهم دي موجودة ايه انه ممكن يعمل يمر على السمام بتاع فتحة الشرق ممكن يبقى زي مثلا في النحية الشمال أول خط أخضر ده بيبقى وقت حتة صغيرة من سمام فتحة الشرق في النحية الخط الأخضر اللي فيها وقت فتحة الشرق كلها وقت سمام فتحة الشرق كلها بيسموها سبرس في انتريك فيستور يعني نصور واخد فتحة الشرق كلها في النحية اللي مين بيلاقي واخد نص الصمام بيسميه ترانسس في انتريك نصور أو نصور واخد جزء بالصمام أو نصور عالي ده ده بيبقى أعلى من المنطقة دي لكن يمكن النصور الصغير خالص اللي هو أول واحد في ناحية الشمال ده بيسميه نصور صفلي لكن طالما دخل في الصمام فتحة الشرق بيسميه نصور عالي هنا طبعا بيختلف العلاج بالنسبة لنصور الصغير أو السفلي أو العالي اللي هو بقى السمام فتحة الشرق الليه ممكن طبعا نصور يكون في الجزء الأمامي من فتحة الشرق أو في الجزء الخلفي طبعا زي في الصورة نصور الخلفي بيبقى غالبا خط مستقيم على طول إلى فتحة الشرق نصور الأمامي بيكون ليه دائرة كبيرة أو يكون لافف في اتجاه شمال أو في المين ده نصور ممكن نسميه نصور صفلي بردك إنه هو واصل قناة واصلة بين الجلد وداخل فتحة الشرق عند مكان الغدة اللي هي اللي موجودة فتحة الشرق فالأهم حاجة في النصور إنه هو بيمر على سمام فتحة الشرق وبالتالي ما أدارش أنا أسيله أنا أنضفه غير بإحتياطات معينة بطريقة معينة علشان أحافظ على سمام فتحة الشرق إنه هو اللي مسؤول عن التحكم وبالتالي دي أهمية النصور لكن حاجة تانية إن النصور بردك من ضمن الحاجات اللي هي بتحتاج عملية عشان ده يعتبر التهاب مزمن أو بيجيب صديد على طول أو بيبقى فيه ثقب أو خرم بجوار فتحة الشرق متصلة بالشرق من الداخل بتجيب صديد فهو ده بنسميه النصور الشرقي تماما طبعا فيه احتلاطات للعمليات بتاعة النصور فتحة الشرق لو كانت حاجة صغيرة سفلية علاجها أو استقصالها لا يؤثر على التحكم فبتتعامل على قاعدة لو كانت النصور دي بياخد جزء كبير من السمام فتحة الشرق وعلاجها أو استقصالها بيؤثر على العضل فتحة الشرق ودي حاجة مهمة جدا فبتعامل على مرحلتين أول مرحلة بيتعامل جزء النصور الخارج اللي غادت لموصف فتحة الشرق وبعد كيه بتحطله فتلة أو سيتون أو حاجة معينة بحيث أنه هو تبقى موجود الفتلة دي فترة معينة شهرين أو ثلاثة أو كده هو بنحول من النصور عالي النصور صفلي مع الوقت الفتلة دي زي ما تكون بتاكل ملي كده كل أسبوع أو كل فترة بتقطع ملي من السمام والحطة اللي فوقيها بتلحم فعلى ما يفعد شهرين أو حاجة زي كده يكون اتحول من النصور علوي إلى النصور صفلي وفي هذه الحالة بتبقى العملية لا تؤثر على التحكم فهي أهم حاجة في النصور الشرق إن هي المحافظة على الصمام والتحكم في فتحة الشرق طب حضرتك دلواتي بتقول إن همزة الوصل بين معظم أمراض فتحة الشرق ألا وهي الإمساك أقي نفسي إزامي الإمساك خصوصا لو أنا كبيرة في السن هو الكبار في السن أو بالنسبة لعامة أي حد الانتظام في التبرز هو ده نمر واحد سواء لو كبير لو يقدر يروح التوليط طبعا بنخليه يروح كل يوم الصبح في معاد معين ثابت أو مثلا بعد الوجبات أو بعد الأكل مثلا يروح بانتظام حتى لو هو مش حاسي إن هو عايز يتبرز إن هو بيقعد خمس دقايق شوية كده إن شاء الله حتى أكتر شوية لغاية لما حي يفضي الشرق وهي في الحالة دي خلاص أنا كده ضمنت إن هو ما فيش حاجة هتتحوش هتتكون عشان في السن الشرق بي دكتور هما بيدخلوا مرة واثنين وأحيانا ربعة وخمسة بقاش فيه الحقيقة أي برز إطلاقا هو بالنسبة للإمساك اللي هو اللي بنسميه الوظيفي ما هوش وجود مرض بيمنع خلوج البرز لا إن هو التعود فيه أهم حاجة زي في الأطفال زي في الكبار أو كده هو التعود في التبرز دو نمر واحد وبعدين بردك فيه مثلا ناس يقول لك أنا ما عافش أخش التولات غير ما عافش أخش التولات لو أنا برى البيت لو أنا برى البيت مثلا يومين ثلاثة أو حاجة يرجع البيت هيتبرز هيحصل إيه هيبقى فيه سعوة بقى ومشكلة وحاجة كبيرة فالوقعي إن أنا ما استناش إن أنا الفترة دي كلها إن أنا أتعود إنه بقى فيه التبرز بانتظام كل يوم ما حاولش البراز أحافظ على نظام تفتح الشرق أحافظ على الحاجات دي طبعا بنوع الأكل بالتعود بالحاجات دي كلها بتنظيمات عادية يعني تمام أشكرك لأن حرك برضو أشارط الموضوع النظافة الشخصية لأنه يمكن دي السبب الأساسي في موضوع الخراج شكرا جزيلا دكتور ألبيرت منصور استشاري الجراحة العامة زميل كليات الجراحية الملكية أدامبرا إنجلترا شرفتنا شكرا شكرا لحضرتك وشكرا لكل المشاهدين وشكرا لكل المتصرين أيضا ألف مليون سلام على كل مريض نشوفكم دايما يا رب بكل خير كل يوم جمعة ساعة سبعة مساء بتوقيت القاهرة أسبوع على خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة